نعطيكم العافية رح نبلش شريح عن لاب الورغينيك طبعا المادة سهلة وبسيطة والامتحان كمان نفس الاشي بس بدكم تدرسوا بتركيز وتحلوا بالامتحان بتركيز ورح تجيبوا منيح ان شاء الله رح نبلش شريح الاسبرمينت ونبلش بأول وحدة اللي بتحكي عن الملتنج بوينت طبعا الملتنج بوينت هي درجة الحرارة اللي بيصير عندها دوابان للمادة تحول من الحالة الصلبة للحالة السائلة كل مادة عندي بتكون عبارة عن كريستالات هاي الكريستالات فيه يعني جزئات بس صغيرة فيه بيناتها روابط هاي الروابط مع اتفاع درجة الحرارة بتبلش انها تتحرك وشوي شوي تتفكفك بالتالي الموآد بتصير الروابط بينها ضعيفة وبتتحول للحالة السائلة طبعا الملتنج بوينت هو عبارة عن رينج يعني من رقم لرقم تاني مش نقطة محددة والملتنج بوينت هو بيساوي الفريزنج بوينت بس اهم اشي انه التنين بيكونوا العمليات عكس بعض طبعا الملتنج عملية الدوابان او عملية الانصهار هي عملية فيزيائية او تغير فيزيائي مش كيميائي لانه المادة بتظلها ثابتة ما بتتغير مكوناتها بس اللي بتغيرها بتغير هو الحالة الفيزيائية الها طبعا عملية الدوابان بتكون مثل ما هي مرثومة بهذا الشكل مع ارتفاع درجة الحرارة بنوصل لعند نقطة بداية الدوابان وبعدين لنقطة نهاية الدوابان وبتبلش عندي المادة كلها تتحول للمادة السائلة فالملتنج بوينت is recorded as a melting range T1 و T2 طبعا هذا الملتنج رينج اللي هو T1 هي اول دروب بتظهر عندي من الليكود اذا بتتذكروا باللاب كان في عنا زي capillary tube صغير وحطينا فيه المادة لما حطينا فيه المادة ودخلناها على الجهاز اللي صار انه المادة هاي بلشت توصلها حرارة طبعا مش من اولها رح يدوب لانه لازم يوصلها حرارة وتبلش الجزيئات تتحرك وتستجيب لهذا الاشي والشغلة بدها وقت فلما وصلتها الحرارة اول نقطة ظهرت عندي اول نقطة سائلة كانت هي T1 اللي سجلناها واخر نقطة كانت هي T2 برضو سجلناها عنا وكان هذا عبارة عن range طبعا الهدف من الملتنج بوينت هو انه نحدد هل هاي المادة بيور ولا مش بيور فمننحدد لبيوريتي تبعة المادة وكمان اذا كان عندي مادة انا ما بعرفها موجودة عندي باللاب بدي اعرف شو هي بقدر احصل على الملتنج بوينت تبعها ومن جداول خاصة مسجلة لكل مادة بقدر ارجع واشوف انه شو هي هاي المادة حسم الملتنج بوينت تبعها طبعا البيوريتي اول اشي دائما المادة البيور بتكون الرينج تبع الملتنج بسيط الفرق بيناته واحد اتنين يعني مثلا من تسعين لواحد وتسعين او من تسعين لتنين وتسعين اما اذا كان واسع معناته المادة ان بيور طبعا الان بيور اه الها زي ما حكينا برود رينج وكمان بيكون عندي صار ديبريشن في الملتنج بوينت ليش صار عندي انخفاض في الملتنج بوينت السبب هو انه المادة هاي اللي دخلت على مادتي او الامبوريتيز اللي دخلوا دخلوا على المادة تبعتي رح يدخلوا بين الجزيئات رح يدخلوا ما بين الروابط ويضعفوها وبالتالي المادة رح تصير روابطها ضعيفة فسهل انها تتفكفك وبالتالي الملتنج بوينت اللي هتكون اللي عملتوه انتو باللاب ملخص هون بيحكي لنا انه كل اللي جبناه الكابيلاري تيوب واللي هو كان عبارة عن انبوب زجاج صغير كتير حطينا فيه المادة الصلبة تبعتي والمادة طبعا الصلبة هاي كانت واصلة من واحد لاثنين مليمتر مليمتر بهذا الكابيلاري هادي لازم تحفظوها كتير منيح انه من واحد لاثنين مليمتر طبعا المادة الصلبة هاي اللي بنا نعرف الملتنج بوينت بعد ما حطناها في هذا الكابيلاري تيوب حطناها بعدين بجهاز الجهاز هذا هو الملتنج بوينت ابرتوس اللي بيكون مرتبط مع ثيرموميتر هو طبعا جهاز مقاومة حرارية بيبلش يعطي حرارة للمادة ونبلش احنا نراقب المادة تبعتي اثناء ذوبانها طبعا هاي التيوب بتبلش تلامس الحرارة والحرارة وهي عم ترتفع رح تبلش المادة اللي عندي تنصهر اول نقطة ظهرت عندي اللي شاهدناها خلال العدسة المكبرة هي تي ون واخر نقطة كانت هي تي تو طبعا اللي استفدنا انو عرفنا احنا الرينز طبع الملتنج بوينت واذا كان هاي المادة عندي بيور ولا ام بيور في عندي كتير من الفاكتورز اللي بتأثر على الرينج of ملتنج بوينت من هاي الفاكتور اول اشي rate of heating عملية تسخيني انا كانت سريعة ولا كانت بطيئة الكريستال سايز الكريستالز لما جبناها طبعا تتذكروا باللاب حاولنا انو احنا نضغط عليهم بحيث انو اي اي كريستال كانت حجمها كبير شوي ضغطناها بحيث انها تقلل حجمها ويصير حجم كل الحبيبات متساوي عشان ما يصير اختلاف في الملتنج بوينت quantity of sample اكيد لما اجيب انا كمية كبيرة مش زي لما اجيب كمية صغيرة المعدات اللي عندي اللي انا بستخدمهم احيانا ممكن انهم يأثروا على المادة تبعتي ممكن هاي المادة المتكونة منها الجهزة تبعتي تدخل على المادة اللي انا بدي اقيسها فيصير زي كانو impurity جوات المادة الامبوريتيز اللي هم الشوائب طبعا الامبوريتيز بيجوا من اكتر من مكان ممكن يكون صار عندي تفاعل كيميائي والتفاعل اعطاني نواتج وكان عندي نواتج ومفاعلات وبالتالي صار عندي impurityز ممكن يكون في عندي سولفنت معين دخل في المادة مويسشر الرطوبة ممكن تأثر لستارتينج ماتيريال ممكن اني انا بدي اقيس مثلا المواد المتفاعلة او النواتج ويكون ضاير عندي بواقي من المادة الاصلية اللي هي المواد المتفاعلة وبالتالي هذا رح يعتبر كأنهم impurityز والاكوبمنت زي ما حكينا بيأثروا على المادة بحيث انه ممكن يعني يدخل منهم بعض الجزيقات جوات المادة تبعتي بالاضافة كمان للنيتشر أوف دا كومباوند حسب المادة اللي عندي في مواد قوة التجاذب بينها وبين الكريستالات بتكون عالية التوان طبعا ما رح تتأثر بس التو رح تتأثر ورح يصير عندي الرينج واسع هون في عندي شوية نوتات بتحكي لي انه الانسوليبل impurity such as اللي هو عننا dust have no effect على الملتنج point للسبستنس الانسوليبل material أو المaterials with very high melting point such as الساند والقلاس will have no impact على الملتنج point of a substance المواد اللي ما بتذوب عندي بالمادة تبعتي الصلبة ما رح يأثروا على ذوبانها الساند الجلاس الدست احفظوهم هدولا أشياء مهمة ممكن تيجي في الامتحان انهم ما رح يأثروا على الملتنج point للمادة تبعتي وخاصة طبعا هاي المواد اللي إلها ملتنج point عالي يعني أنا مثلا المادة اللي عندي إياها الملتنج point لإلها تسعين بينما الساند أو الدست مثلا ممكن يكونوا الملتنج point لإلهم على سبيل المثال 200 فأنا لما أوصل لتسعين رح تكون المادة تبعتي خلاص ذابت فأنا ما رح يأثر عندي ذوبان المادة التانية لأنه لسه أنا ما وصلت ه أساسا طبعا الصلب should be tightly packed to a depth of 1 إلى 2 مليمتر وهاي حكينا عنها قلتلكم مهمة إنه العمق اللي اللي حطينا في المادة كانت من 1 إلى 2 مش أكتر ولا أقل عشان الزيادة في المادة والنقصان فيها رح يأثر على الملتنج point ومن الأشياء المهمة كمان إنه الملتنج الملت تنبرتشر لإلهم رح يكون تقريبا 300 أو أقل طبعا فإذا كانت المادة pure كلما كانت المادة pure أكتر كلما كان الملتنج لإلها أعلى حكينا إنه الملتنج وكمان كلما كان الرينج طبع أوسع بتكون المادة فيها عالية فبدي يكون ضيق وبيدي الملتنج يكون عالي رح يكون عندي حكينا كمان من الأشياء المفيدة يعني من معرفتنا للملتنج هو إنه إحنا نعرف الكمباون اللي عندي هذا الأنون شو هو يعني ممكن أنا أكون أعدى بالمختبر وألاقي مادة والليبل اللي على المادة مش موجود فأنا بدي أعرف شو هاي المادة اللي عندي طبعا بداية بدي أفترض إنه المادة اللي عندي بيور وبدي أقيسلها الملتنج بوينت لأنه الملتنج بوينت تبعنا طلع من 81 لـ 80 لـ 80 فمن 81 لـ 80 في عندي طبعا أنا بتكون قوائم أو جداول خاصة لكل مادة بيكون مكتوب فيها الملتنج بوينت تبعها لقيت إنه عندي النفثالين والفلورا فلورينون والأسيتامايد اللي هم أقرب ملتنج بوينت للأنون تبعي طيب هلأ الأنون تبعي أي مادة من هدول المواد اللي رح أحمله إني رح أجيب هذا الأنون وآخذ منه كمية بسيطة وأخلطه مرة مع النفثالين مرة مع الفلورينون ومرة مع الأسيتامايد طبعا عملية الخلط والعملية الطحن حتكون على أكيد مش على ورقة تمام رح أحطها على زجاج لأنه الورقة يعني ممكن أنه تدخل من جزيئات من الورقة مع المادة تبعي تتغير من خصائصها بينما الزجاج لو دخل يعني إذا صارت ودخلت انصهار الزجاج كتير الدرجة تبعته للانصهار عالية فما رح يأثر على المادة زي ما حكينا أنه الساند الجلاس والدست ما بيأثروا على الملتينج بوينت فالنفثالين الفلورينون والأسيتامايد كل مرة خلطناها مع الأنون تبعي مع النفثالين طلع عندي من 72 إلى 78 مع الفلورينون من 81 إلى 82 الأسيتامايد مع الأنون كان من 69 إلى 77 زي ما إحنا شايفين أولا للنفثالين والأسيتامايد قلت عندي درجة الانصهار تمام أو اللي هي الملتينج بوينت بالإضافة أنه الرينج صار عندي واسع لش الوحيد اللي ما تغير هو إيش الفلورينون معناته الأنون تبعي بعرف أنه عبارة عن فلورينون عندي مثال تاني هون بحكيلي عندي الكمباوند والملتينج بوينت لإلوه من 128 إلى 129 وعندي الكمباوند بي من 127 إلى 129 وإكس من 101 إلى 104 لأنه انتبعي اسمه زد كان من 128 إلى 129 خلطها الزد عندي مع اي ومرة مع بي ومرة مع اكس مع اي طلع 128 إلى 129 مع بي 101 إلى 114 مع اكس كان من 88 إلى 95 حسب القراءات اللي طلعت معي كانت الوحيد اللي ثبتت وما قلت فيها درجة الانصهار ولا صار عندي الرينج واسع هي فمن التالي بعرف الألنون تبعي إنه هو اي فإذن if melting point range is lowered and widened it means that the two are different compounds إذا melting point stays the same it means that the two compounds are likely identical recrystallization of the compound will purify it and decree the melting point range sharp melting range من 1 إلى 3 إذن recrystallization of the compound will purify it طبعا رح نحكي عن recrystallization بلاب ثاني اللي هي من أحد الطرق اللي بتأدي إنه نخلي المادة تصير pure يعني بيحكي لي هون إنه من القوة اللي بتكون قوة تجاذب أو الروابط اللي بتكون بين الجزئات للمادة هم ionic attraction london forces hydrogen bond وdiable diable attraction طبعا حكينا فوق إنه الorganic compounds ما لهم بيكونوا لهم درجة melting point بتكون أقل من 200 هون بيجي بيحكي لي إنه الorganic compounds الايونيك بيكون بيناتهم روابط ايونية روابط ايونية كلهم نعرف أنها قوية جدا بالتالي الملتنج point لإلها حيكون عالي زي مثلا الصوديوم ميكلورايد بتدوب عن 800 درجة سيريسيوس الايونيك organic molecules often decompose before melting تمام يعني إذا كان عندي أنا الorganic molecules كانت ايونيك رح يصير لها decompose قبل الملتنج تمام يعني بتتحلل قبل ما يصير لها دوبان as do compounds having many strong hydrogen bones مثل الشوك طبعا هذا الإشي كمان بتتحلل قبل الدوبان غير الorganic ايونيك molecules المواد اللي بتكون عليها يعني hydrogen bonds كتير مثل السكر مثلا يعني بتتفكك أول إشي بتتحلل بعدين بيصير لها ذوبان molecules that can form hydrogen bonds will usually possess higher melting points than their corresponding molecules of similar molecular weight يعني إذا جبت أنا مادة إلها نفس الوزن تبع المادة التانية المادة اللي بتكون عام لروابط هيدروجينية بتكون الملتنج بوين لإلها أعلى كون الروابط هذا اللاب لاب كثير سهل وبسيط بتمنى إنه يكون الشرح فاتكم واختصر عليكم دراستكم يعني خلينا نحكي إنه هذا الشرح مجرد شرح لتقليل وقت الدراسة فمفقين ويعطيكم العافية